طرح آخر صندوق للبيتكوين اتياف من قبل شركة فانك أدوارد لوبيز رئيس منتجات صندوق التداول في فانك ينضم إلينا للتعليق على هذا الإدراج أهلا بك سيد لوبيز معنا ودعني أسألك بداية ما هو فرق أو فارق ما بين صندوق الذي طرحتهم يوم الثلاثاء وباقي الصندوق المطروحة إن كان من بروشير أو فالكري الاختلافين الكبيرين بين الصندوق هو أن صندوقنا هو أقل بثلاثين أو خمسين نقطة أساس أرخص والاختبار أيضا الهيكل الضريبي حيث أن هذا يتعلق بضراب الأمريكية وهذا يقدم للمستثمرين على المدى الطويل نظاما أفضل ضريبيا فيما تعلق بالاستثمار هل هذا يجعل صندوقكم أكثر متوجه للمستثمرين الكبار أما أنه أيضا نفس الخاصية لديه للمستثمرين الصغار أو الريتيل قطعا المستثمر الصغير يمكنه الشراء لسيام على اعتبار الهيكل الضريبي وهو سيكون مفيدا بالنسبة لهؤلاء المستثمرين أيضا الهيكل الضريبي للشركات والمؤسسات قد يجدون أن هذا مفيد بالنسبة لهم على اعتبار جانب الهيكل الخاص بهذا الصندوق أدوى مع طرح أول صندوق لبروشير شاهدنا تدفقات كبيرة مع ثاني صندوق بدأنا نشهد بعض التراجعات هل تعتقد بأنه بدأنا نشهد تراجع في الحماسة للمستثمرين لدخول في هذه الصندوق أو ما الذي يجري اليوم؟ فيما يتعلق بالتراجع في أسعار البيتكوين لا يمكن أن أتحدث بالضرورة لماذا يحدث هذا قطعا هناك الكثير من التوقعات لأول بيتكوين وأيضا فيما يتعلق بالصندوق التي تم طرحها في الأسواق وأيضا كان هناك شراء للأخبار وما إلى ذلك البيتكوين على المدى الطويل كانت يمكن الاحتفاظ به ولكن هذه الأنواع من التراجعات الطبيعية ونحن نتطلع إلى هذا النوع من التراجعات هذا النوع من التراجع قد يكون فرصة للانكشاف على البيتكوين على المدى الطويل حاولتم إدخال SPOT ETF للبيتكوين لم يتم النجاح بعد في إقناع المشرعين الأمريكيين هل تعتقد بأنه في وقت لاحق خلال نهاية هذا العام أو العام القادم قد نشهد قبول هذه الفكرة أي صندوق يتبع تسعير البيتكوين وليس العقود الآجلة قطعا نتمنى وسوف نعمل مع المراقبين في محاولة أن نجدوا SPOT بيتكوين ETF مبكرا في هذه الجهود في عام 2017 بدأنا هذه الجهود وعام 2018 وكان هناك بعض الجهود الأخرى فيما تعلق بمنتج SPOT بيتكوين وأنا أعتقد أن هذا هو أفضل وسيلة بالنسبة للمستثمرين وعلى الأقل هناك اتجاه جيد وأن نصل إلى شيء في الولايات المتحدة مراقب وهذا بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين ولكن البقية العالم أعتقد أنه يقود الولايات المتحدة فيما تعلق بالسماح للمستثمرين أن يلجوا إلى البيتكوين دون أي رقابة ولدينا أيضا نحن شركة علامية ولدينا خمس سنضيق للعملات المشفرة وأيضا هناك تداول لها في أوروبا نحن نستمر في العالم وسوف نستمر في العمل في الولايات المتحدة في هذا المجال فيما يتعلق بستراتيجية SPOT بيتكوين وأيضا الإيثيريوم في مرحلة ما وأيضا الأسواق المرتبطة بذلك هناك عدد من الشركات العامة التي تتجه إلى العملات المشفرة ولقد أطلقنا التحول الرقمي وهناك الكثير من الشركات والشركات التعديل للبيتكوين وسوف نستمر في العمل في هذا الأمر ما الذي تتخوف منه للمسلطات الأمريكية من تشريع هذه الصناديق الاسباط أو الفيزيكال باكت كريبتو آسيتز كريبتو فانز هذا سؤال صعب يقولون أن هناك أمور تتعلق بعدم الموافقة وهناك مخاوف تتعلق بالتلاعب بسوق البيتكوين الآن وأيضا عدم وجود اتفاقيات للرقابة مع هذه الأسواق الآنية أو مع برسات عملات المشفرة ويبدو هذا إلى حد مخاطع للتحكيم وإذا ما نظرنا إلى فئة الأصول الأخرى سواء الـ ETF أو الذهب أو أي نوع آخر ولكن سوف نستمر في العمل مع المراقبين بأن نقوم بأن نخفف من ما خوفهم ونتمنى في العام القادم وفي المستقبل سيكون لدينا منتج لأسباب بيتكوين في الأسواق هل أصبحت تارى أدوارد بأن اليوم معظم المستثمرين من يريدين أن ينوع من الـ الأصول البديلة أصبح من المهم الإنكشاف على عالم الكريبتو؟ ربما ذلك لأسباب عدة فيما تعلق بالأصول البديلة لا يجدون أي شيء آخر هناك توجه دائم إلى الأسهم في هذا الخصوص وفي الولايات المتحدة بصفة خاصة ربما سيكون هناك نوع من التقييمات متراجعة ومعادلات الفائدة عند معادلات منخفضة جدا والسندات لا تبدو جيدة وجاذبة بصفة عامة وأعتقد أن الاستثمارات البديلة تؤدي إلى بعض العوائد في مكان آخر وبالنسبة للنقطة الثانية هناك تحول يحدث في الاقتصاد العالمي والذي جعلنا نصل إلى البلوكتشين والتكنولوجيا التي حققت البيتكوين وبعض العملات الرقمية الأخرى ونعتقد أن هذا علينا أن نكون صباقين وهذا جزء وأن نعمل مع موفري التطبيقات وأن يكون هناك أفكار للاستثمار المستثمرين لأن العالم يتغير وهناك فرصة للمستثمرين ولكن هناك أيضا حاجة للأشخاص أن يفهموا كيف سوف تؤثر البلوكتشين على حياتهم في المستقبل أدوارد ما هو أيضا في البايبلاين اليوم لفلك؟ في شركتنا كما تعلم لقد أطلقنا لتاون استراتيجية البيتكوين وسوف نستمر في العمل على المنتجات العينية أو الفورية وأيضا سوف يكون لدينا صناديق خاصة وسوف نستمر في تطوير صناديق عالمية لسيامة في أوروبا وسوف نستمر في العمل على الأفكار الاستثمار التي تعتمد على العملات المشفرة كما قلنا من قبل أن يكون هناك انكشاف على أسواق أسهم أخرى والمكشفة على أسواق العملات المشفرة أدوارد لوباز رئيس منتجات صناديق تداول في فان آكلت شكرا جزيلا لك